مئة المتظاهرين المؤيدين للنظام الرئيس السوري بشار الأسد يتجمهرون أمام فندق بالس حيث يعقد مؤتمر أصدقاء سوريا للتنديد بما يعتبرونه مؤامرة تحاك ضد دمشق من أعداء الأمة العربية الشرطة التونسية اضطرت لاستخدام العصي والهروات لتفريق المتظاهرين بعدما حاولوا اقتحام الفندق حيث يجتمع مسؤولون من نحو ستين دولة عربية وأجنبية الرئيس التونسي منصف المرزوق الذي افتتح فعاليات المؤتمر اقترح في بداية كلمته حل للأزمة السورية على شاكلة النموذج اليمني من خلال منح الأسد وأسرته حصانة ضد الملاحقات القضائية مطالبا في الوقت ذاته المعارضة بالتوحيد صفوفها في جبهة ديمقراطية واسعة